إذن مشاهدين وزارة الصحة في غزة تؤكد أن المجزر الجديد بمحافظة رفح رحى ضحيتها 21 شهيدة و64 مصاباً عشرة منهم إصاباتهم بالغة الخطورة أفاد مراسل عربي أن القاهرة تسلمت مقترحاً جديداً من إسرائيل لسبقة تبادل للأسرى عن طريق مسؤول ملف الأسرى في الجيش الإسرائيلي نتسان ألون بني الاقتراح على سلف الذي توافق عليه الوسطى في وقت سابق باستثناء تحديد موعد لوقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع يتضمن مقترح عدد من سحاب تدريجياً من رفح وزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرجوا عنهم كما يتضمن زيادة فترة وقف إطلاق النار ورفع حجم المساعدات الإنسانية للقطاع تظاهر عشرات الطلاب العرب في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة وتزمدت المظاهرة مع إضراب لساعة واحدة للحركة الطلابية في الجامعات الإسرائيلية رفضاً للعدوان المتواصل على القطاع حاول طلاب إسرائيليون اختراق المظاهرة والاعتداء على المتظاهرين وهذه الحركات والتحركات الطلابية تأتي بالرغم من الاعتقالات التي تشنها الشرطة الإسرائيلية في الجامعات عودة للتفاصيل والحديث عن المقترح الإسرائيلي الذي سلم للوسيط المصري من القدس ينضم إلينا مراسل عربي أحمد دروشة أحمد تفاصيل هذا المقترح وما يتضمنه والجواء التي أحاطت به إسرائيلياً لدينا تفاصيل شحيحة جداً ناديمة فقط ما ورد في تشريبات لموقع والا الإسرائيلي تتحدث عن أن الاحتلال الإسرائيلي أبداليون تتعلق بأعداد الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين الأحياء الذين سيفرج عنهم في الدفعة الأولى وكذلك الاحتلال الإسرائيلي أعرب عن استعداده لمناقشة صمت طويل أو هدوء طويل في قطاع غزة يريد أن يتهرب من إطلاق أي تسمية إنهاء للحرب أو وقف دائم لإطلاق النار ويلجأ بدل ذلك لإطلاق تسميات تتعلق بهدوء طويل في القطاع ليس مهم من التسمية المهم هو هل الاحتلال الإسرائيلي سيوافق خلال الفترة المقبلة على ما يسميه الهدوء المتواصل أو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة أو أنه يسرب ذلك لوسائل الإعلام الإسرائيلية وبالتالي الأمريكية من أجل أن يوحي للداخل الإسرائيلي وللولايات المتحدة أنه مستعد للتوصل إلى هدوء متواصل في القطاع أو وقف الإطلاق نار في المقابل يريد اتهام حركة حماس بأنها تعطل هذه المفاوضات وتعطل التوصل إلى اتفاق حتى الآن التفاصيل غير واضحة لم تصل أيضا طبيعة هذه التفاصيل لا من جهات مصرية ولا من جهات قطرية ولا من الولايات المتحدة بالتالي لا يمكن التأكد من صحة ما يجري تسريبه في إسرائيل خصوصا أن الأشهر الماضية كان في التسريبات الإسرائيلية حتى الساعات الأخيرة دائما تناقض بين مسؤول ومسؤول إسرائيلي آخر يتعلق بالجهة التي تسرب المعلومات لوسائل الإعلام الإسرائيلية لكن تسليم الاحتلال الإسرائيلي الرد مكتوبا للوساطة يعني تحريك المفاوضات خلال الفترة المقبلة بحسب صحيفة دعوت أحرنوت قد لا تكون المباحثات هذه المرة وجاهية أن تعقد في العاصمة القطرية الدوحة أو في مصر ربما قد تكون عن بعد عبر الهواتف أو عبر التقنية أي وسيلة تكنولوجية أخرى من أجل إما تسريع المفاوضات أو من أجل بحث أمور أخرى يجري ترقب في إسرائيل لهذا الأمر خلال الساعات والأيام المقبلة في محاولة للتأثير على الرأي العام في إسرائيل أفرجت حركة الجهاد الإسلامي منذ قليل عن شريط فيديو يتحدث فيه أسير إسرائيلي في قطاع غزة وسائل الإعلام الإسرائيلية تلقفت هذا الفيديو وتنشره منذ عرضه حتى الآن من أجل القول للإسرائيليين أن هناك أسرى أحياء في قطاع غزة هذه الفيديوهات اليوم الجهاد الإسلامي خلال الأسابيع الأخيرة حركة حماس تنشر من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وتسريع المفاوضات خلال الفترة المقبلة في الداخل الإسرائيلي انقسام بين المستوى السياسي وبين المستوى العسكري وصل أوجهه بالأمس عندما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بريمين نتالياهو عن منصة الكنازد للتسريبات نسبت إلى اللواء نتسان ألون وقال نتالياهو إنه لم ييأس ومن ييأس من هذه المفاوضات فليغادر منصر